حاضرة النهاردة بتتكلم عن طبعا نتكلم برضو عن لما خدنا قبل كده خدنا ما خدناش كل أنواع خلنا نبدأ الأول في طبعا أنا لو معايا رقمين عايز ضربهم في بعض والنفرد ده مثلا متسايا في 4 بيت وده متسايا في 4 بيت وجد أضربهم فاحتمالا الناتج يبقى في كام في رقم أكبر من 4 بيت مثلا لو أنا عندي رقمين بتضربوا في 32 بيت رقمين رقم 32 بيت هيبقى إيه النتج احتمالي يكون مثلا في 64 ده المكسمم فطبعا نحن عندنا مشكلة إن أنا ما عنديش رجستر بشيل 64 بيت ما عنديش الحكة دي فطبعا دي طبعا الطريقة الستريت فورا دي بعد كده هروح للطريقة التانية اللي هو أنا عندي دلوقتي يعني احتمال يبقى ناتج تضرب 64 بيت هعمل إيه عايزة أسايف عايزة أسايف رجستر في 64 سوري أسايف 64 بيت في رجستر فطبعا لو إحنا نفتكر التأسيمة الـ 32 بيت هلاقي إن في من ضمن الـ 32 رجستر اللي موجودين في المفس هلاقي مثلا أنا عندي رجستر الأولاني ده اسمه زيرو ده اسمه مثلا S1 ده اسمه S0 وهكذا فيه اتنين رجستر تانيين موجودين في المفس اسمهم هاي واسمه لو ده ده رجستر ده رجستر الحجم بتاعه 32 وده برضو الـ 32 اللي بيحصل بقى عشان تحل مشكلة الملتبليكيشن أو مشكلة إن انت ناتج بتاع الضربة ممكن يبقى 64 انت هتعمل الـ instruction النادي الـ instruction اسمه multiplication بحيس إن أنا عايزة اضرب S0 في S1 اضرب النادي بقى احتمال يطلع 64 هعمل ايه هحط الـ high number of bits في الـ register الاسمه T0 والـ 32 التانيين حطهم في T1 بلن أنا استغل من الـ instruction اسمها move from high move from low ايه بقى ده 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 بلوقتي أنا لما بعمل بعمل ملتبليكيشن النادي احتمال يطلع طبعا احتمال يطلع احتمال يطلع 64 تمام فانا اسيب الـ 32 الأوليين اول first 32 bit في register والـ 32 bit التانيين هسيبهم pro register tank اللي هو second 32 وثلاثين بسمي التانيين دول بسميها هاي تمام و اول 32 بسميهم لو او ان انا بحطهم في اللو او يعني لو انا مثلا عندي ناتج مثلا 0 0 1 افرض ان دول 32 بدتي وجدت هنا عملت مثلا 1 1 0 1 خلاص ربط ركفين في بعض احتمال اطلع على 0 0 1 1 0 1 مثلا يعني 0 1 1 فانا هاخد خليها مثلا نصبها هاخد الاربعة الاولينين وحطوهم في الريجستر اللي اسمه اللي موجود في المبس والاربعة بيتس التانيين حطوهم في الريجستر اللي اسمه هون لو فرضنا ان انا الرقم ده 32 بيت والرقم ده 32 بيت فالمفروض ان الرقم ده ماله طبعا اطلع 64 باحتمال يعني اطلع 64 طبعا ممكن اضرب اتنين في اتنين اطلع اربعة عادي مش لازم مش لازم الناتج اطلع دايما في 64 بس تحسبا يعني هيبقى الماكسيم المنبر ايه 64 هاخد بقى ال 32 اللي في الاول وحطوهم في اللو وال32 اللي في الاخر احطوهم في الهو تمام عشان كده منسمي لو وهاي اللي هو يعني اول اول 32 بيت والهاي اللي هي اخر 32 بيت فانا دلوقتي هضرب رقمين ونقفر register s0 s1 هضربهم طبعا مفروض s0 فيها رقم والs1 فيها رقم فهضرب الحاجات اللي موجودة جوا register دي في بعض وهطلع ناتج الناتج بقى انت مش محتاج تقوله ان حطيلي ال 32 في الهو وحطيه لا هو بيتحط وعندين انت بتقوله ايه انا عايز اخد ال 32 اللي في الاول احطوهم في ال t0 وال32 اللي في اخر احطوهم في ال t1 تمام طبعا هو هنا هاي يعني عايز اخد اللي في الاخر يحطوهم في ال t0 واللي في الاول هيحطوهم في ال t1 تمام فبقوله ان instruction move from high move from low يعني اقرالي اللي موجود في ال high وهاتو وحطولي في ال t0 طبعا move from high يعني اخر 32 اللي ما دول والmove from low يعني شوف اللي موجود في ال low وقرأه وهطولي وحطولي في ال t1 في الكيسز العادية المفروض لو انا جيت ضربة اتنين في اتنين وهيبقى باربعة طبعا الاتنين دي لو متسايف في 32 والاتنين دي متسايف في 32 فالرزل تهيطلع كام الرزل تهيطلع اربعة فالربعة اللي اربعة ده يعني يعني لو حصل وانا كنت سايفته في 64 بيت فهتلاقي ان انت معاك سفر سفر واحد والباقي كله ايه الباقي كله صفار مهم فانت هتلاقي ان اول 32 بيت متوعك هيبقى فيها قيم لكن 32 بيت التنين ما لهم مش هيكون فيهم قيم يعني ال high هيبقى فيه هيبقى فيه zero تمام كده ففي العموم يعني طبعا انا لما انا عايزة حل المشكلة ان واطف ان الرقم تلعى 64 فهعمل move from high move from low يعني هسايف الحاجة في ال high وال low وبعد كده هقرأها وحطها في register زي عندي بحيس ال register ده يبقى 32 وده يبقى 32 تمام في بعض الاحيان الناتج ما بيبقاش 64 بيت هو بيبقى يعني انا هسايفه في 64 بيت بس انا مش محتاجة اقرأ low high لان انا ممكن اضرب 2 في 2 ادينا 4 والاربعة دي مش هتسايف في 64 حط في 64 بيت ماشي بس اول 32 هيبقى لهم قيمة وال32 هيبقى zero فانا ممكن ايجي اقول ايه طب لو كان ال high بزيرو يبقى انا هقرأ اللوبس تمام لو كان ال high بزيرو هقرأ اللوبس او ان انا هبدأ اكمل العملية بتاعتي بان انا اكونسدر اللوبس مش هكونسدر ايه الكمبانيشن من الاتني تمام طبعا لو حصل وان الرقم ده كان اكتر من 64 بيت دي برضو دي حاجة وهيبقى لحل بس احنا مش بيصدد ان احنا نحل الكيس دي دلوقتي بس بس انا عشان اعرف ان انا الريزلت بتاعتي 32 بيت محتاجة تشيكي على ال high اشوفه هو قيمته كلها بزيرو ولا لك تمام طيب دي الانستركشن اللي اسمها move from i طبعا الملتبليكيشن move from high move from load دي كلهم R-Type انستركشنز كل حاجة في الموف هاي هتبقى بالزيرو مع ده الاليمنت بتاع ال R دي طبعا انت مدخلين ال R-Type يعني الوب كود والريجستر دي اللي هنا والشفت الماونت والستة انت معاك هنا ستة تحطوهم بالكود بتاع move from high والستة التانيين الخمسة دول هيبقى بصفار الخمسة دول بصفار الخمسة دول بصفار والجزء بتاع R-D الجزء بتاع ال R-D هيبقى هحط فيه كمة T-Zero T-Zero مثلا هحط هنا 8 تمام طبعا ده لانه R-Type المهم دلوقتي احنا مش عايزين نخلط ما بين ال Instruction بتقول ايه وما بين ان انا عايز ابدأ احولها لل Binary احنا دلوقتي عايزين بس نفهم ال Instruction بتقول ايه تمام بس ناخد في الاعتبار ان ال Move from High وال Move from Low وال Multiplication دول R-Type Instruction طيب مفروض تمام كده انا خلاص عندي اثنين ريجستر عملون Multiplication Automatic الريزلت هتحط في ال High وال Low فانا هقول Move from High L-T-Zero Move from Low L-T-One في العموم في العموم في المسائل اللي دايما هنتعود عليها بالنسبة للكورس مش هنهندل الكيس بتاعت ان انا ممكن ارقب متل عربعة وستين فهتلاقي دايما بتعمل Move from Low يعني هتعمل كده هتقول ايه انا عايزة اضرب الريزستر الاسمه مسلا اعمل Multi S-Zero والS-S-U-I S-Zero والS-U-I تمام بعد كده هعمل Move from Low على طول Move from Low وحط الريزلت في دي موت مثلا خلاص كده مش محتاجة اعمل Move from High يعني في الكيسز اللي احنا ناخدها اسناها الكورس مش محتاجة عمل Move from High فعشان كده لما اجا اقولك عايزة عمل Multi بلازم تعمل اتنين Instructions دول كيان انت عايز تقول انضرب لده وحطيه الناتجين طبعا كده ده اللي هيحصل بالنسبة ل Multi في بعض الاحيان بنبدأ نعبر عن Multi باستخدام Shift Leptological Instructions ده ان Shift Leptological لما باجي اعمل Shift Leptological بواحد معنى ان انا بضرب في اتنين بعمل Shift Logical باتنين باتنين ده معنى ان انا بضرب في اربعة طبعا فممكن استخدم Shift Leptological في حيات لو انا عايز اضرب في حاجات اتنين قصة حاجة يعني عايز اضرب ده اتنين قصة زير اتنين قصة اتنين قصة لو عادرة برقم في اتنين قصة حاجة هستخدم Shift Leptological فهي كويسة جدا ولكن فالد بس في حالة الملتوب لي اونلي بالاثنين باور فاريوم لو عايزين نراجع Shift Leptological بيحصل ازاي لو فرضنا بس ان انا معايا رقم بايناري اسمه 3 والباقي كل صفار 32 بيت صفار هعمل Shift Leptological للرقم ده فرض النوع متسايف في الاس 0 تمام انا معايا الوقتي الاس 0 بيساوي الحاجة دي الحاجة دي ثلاثين بيت تمام طيب هاجي عايز اعمل Shift Leptological للاس 0 و 1 يعني عايز اعمل لها Shift للشمال ب 1 فانا هاجي عند الرقم ده وخليه يعني وخليه يبدأ يعني ما يبقاش هو اول بيت الواحد ده ما يبقاش هو اول بيت هيتشفت شمال تمام فاجي هنا اقول ان انا هبدأ بالواحد واحد 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 واكمل بس احط ايه احط صفر هنا حسي بقانا كده دلوقتي ايه شفت الرقم صفر يعني شفت الرقم واحد يعني سيبت اول بيت كلمة Shift Leptological يعني سيب اول بيت بس وبعدين ابدأ اكتب الرقم تمام هنلاحظ بس انا دلوقتي ان الرقم الرقم اللي هو اتكون لو جيت اقراها هلاقي ستة تمام خليني امسح الحاجات اللي بدت دي الرقم اللي هو اتكون ده هلاقي ستة عندي ده تلاتة عملت لها Shift بواحد بقت بالمنظر ده هقراها لها ستة ده كأن انا قلت التلاتة في اتنين بستة طبعا لو عايز اخد مثال تاني واعمل نفس التلاتة واعملها Shift Lift Logical باتنين فهيبقى معاها التلاتة هعمل ايه هحط يعني هكتب رقم كله بس هحط اول اتنين بيت بكام بصفر تمام فلو جينا نقرأ الرقم ده برضو هلاقي ان انا معاها تلاتة بس الرقم ده اتناشر فيبقى تلاتة اللي حصل لها بقت اتناشر تلاتة لو ضربتها فاربعة يعني بطربها في اتنين قس ثنين يعني الرقم ده يعني كأين بقول التلاتة هتضرب فيه اتنين قس واحد هتساوي شد تمام الواحد اللي هي دي الواحد دي اللي هي دي طيب او انا هنا بقول التلاتة التلاتة عايز ما اضربها فيه الاتنين قس ثنين اللي هي هتساوي اتناشر طبعا الاثناشر الاثنين دي اللي هي الاثنين دي لما باجي اعمل shift lift logical ده معنى ان انا بضرب الرقم في اثنين قص الحاجة اللي بعمل لها shift تمام؟ اثنين قص اكس كي كده فالطريقة الثالثة الملتبليكيشن ده انا اعمل shift lift logical بس الملتبليكيشن دي او الطريقة دي مش valid بس في حالة لو انا بضرب في اثنين قص حاجة طيب ممكن ندخل بقى في خلينا ناخد مثال على الملتبليكيشن مثلا لو انا معايا يعني statement زي كده واحد زايدين زايدة زايدة 3 فاربعة عايزة اطبق حاجة زي كده طبعا مبدئيا انا لما باجي ابدأ الكود بتاعي لو عندي فرقبنس ببدأ اعرفها في يعني ببدأ initialize registers بالقيم دي تمام؟ بقول مثلا x13 فيها واحدين ثلاثة. طيب. عايز اعمل ايه? اول حاجة بعملها ان انا بعمل ضرب. طبعا ضرب له اكتر عن الجامع. بقول له ثلاثة فاربعة. بقول عايز اعمل ايه بقى? دلوقتي ثلاثة فاربعة او او كل الارقام اللي هادرابها في الكورس هتبقى صغيرة. فهعمل بس ملتبليكيشن موف فوروم لو. ملتبلاي ان هي ثلاثة فاربعة اللي هي ريجستر اللي اسمه اس ثلاثة. والاس اربعة. اضربهم فبعض. وحطي الياسيد الناتج في اس خمسة. بعد ما طلع الناتج واحطه في اس خمسة. اس خمسة. وعنده كان اس ثلاثة. وده انا اس اربعة. اضربتهم فبعض. ادان اس خمس. ده كان اس واحد. اس اتنين. ده اس واحد. عايز اجمع بقى. الاس اس خمسة. الناتج الضرب مع الاس اتنين. تمام? وبعدين الناتج هبقى اجمعه في احطه في الاس واحد. طي فانا هقول له ايه? هقول له لو سمحت اجمع لي اس خمسة مع اس اتنين. فاد الاس خمسة مع اس اتنين. وحطي الناتج هزيت في اس خمسة عادي. مش مشكلة. بعدين عايز تعمل ايه? عايزة الناتج بتاع الجامعة ده. بتاع الكوزي ده اجمعه مع الاس واحد. تمام? انا كنت حطيت الناتج ده فين? في S5. اهو. كنت حطيته في S5. اقول اعز اجمع S5 مع S1 وحطي الناتج في S5. طبعا الجمع بالحاجة انت اعتقدت ان احنا تمام فيها. بس انا بس عايز اعمل فكرة المرتبليكيشن يعني. مثال المرتبليكيشن. الطبعا المرتبليكيشن ممكن يفيدني في الفونكشن. ممكن نتشغلت الفينكشن طبعا بنتعامل مع الفينكشن ازاي حاجة غير ان انا جوه الفونكشن هكتب كود. فجوه الفونكشن عايز اكتب كود. ممكن من ضمن الخضراء بتاع كود ان انا عايز اعمل ضرب. فساعدها ان انا هتطار ان انا عمل مرتبليكيشن ومو فوروم لو. طبعا ده مسال الفاكتوري الفونكشن. طبعا دي هنبقى انا اخدها اكتر فالركيرسف فونكشن لما نجي ناخدها عادي يعني انت عندك يعني عايز تجيب الفاكتوري بتاع رقم فبالطبع انت تضرب الفاكتوري اللي انت جيبته في الان الحالي يعني الفاكتوري اللي هو في انه مينس وان في الان عنه بادخل في التفاصيل بعدين بس يوم ما ممكن تحتاج انت تقدر تعمل ضرب جوه فامش طيب لو عايزين ما نتكلم عن الديفجن الاسمة طبعا عندي برضو اكتر من طريقة لو انا عايز عامل الاسمة فيه اسمه دي بتعمل لي الاسمة طبعا زي ما اتفقنا زي ما ممكن اعمل اسما فاش livet32 22 22 24 ξئ فانحنا بقى قولنا في الاخر انا دايما عايز اعمل ملكتبليكيشن عايز اعمل ديفيجن فانه الرازلت بتحتي هتتصيف في اربعة وستين فاسيفها في الهوي وهسيف في اللو فدائما هتلاقي الملتبليكيشن هو طبعا لما نيجي نتكلم عن الملتبليكيشن فالطبيعي ان انا سيف 64 عادي يعني حاجة منطقية بس الفكرة ايه علاقة الديفيشن ان هي تسيف في 64 لان انا اصلا بقسم 4 على الاتنين بيديني اتنين فانا لو بكون 32 بيت فانا احتماله سيف في رقم اقل فكرة ان هو مش بيسيف في 32 مش بيسيف الديفيشن مش بتسيف في 64 علشان انا محتاجة الناتج جيب 64 64 لأ طبعا بيبدأ يقولك ايه انا دلوقتي عايزة اقسم مثلا ال 78 عايزة اقسمها على ال 21 فالاسمة دي معناها ان 78 بتساوي 3 في 21 زائد 15 فتلاحظ ان انت احتاجت رقمين رقم اسمه الرقم ان انت تضرب فيه والرقم اللي هو بقي الاسم وكي كده يا مثلا معايا 11 18 على الخمسة تمام 12 على الخمسة طبعا حدش على الخمسة ما فيش حاجة سمعها حدش على الخمسة هنا ممكن احولها لاثنين بخمسة زائد واحد فهتلاقي ان انت وانت شغال في الاسم هلتج لك رقمين محتاج تسجله الرقمين دول بقى جبار صغيرين برضو لازم اعمل حسابي ان انا ايه اصايفهم في رقمين اصايفهم في اتنين في اتنين ريجستر عشان كده برضو الديفيجن بتصايف في في اتنين في الوات و ei الرقم اللي بنسميه للكوشنت او الحاجة اللي بتتدرب في الممكن نعمل كده هسايف ال اتنين دي هنا وهسايف الواحد دا هنا اوكي وطبعا الواحد دا يعتبر اسمه باقي الإسمة او الباقي وهنا الحاجة اللي بتكدرب في الراقم بنسمي باقي الإسمة ده بالر coup والكوشنت ده او الاثنين دي بنسميها كوشنت اوكي فأنا هسيب في اللو هسيب في الهاي المندر وهسيب في اللو الكوشن أمام فده معناه ان انت عشان تعمل ديفيجن محتاج تعمل الاتنين دوق نقولنا في الملابطيبيكيشاغoff ما تحتاجش تعمل فيهمهاي لكن في الديفيجن انت محتاج تعمل الاتنين معايا رقم على رقم رقم على رقم بيساوي ان انا لازم اعرف الريمندر واعرف الكوشن وطبعا لما اقول اتنين في خمسة زاد واحد يبقى هو اتنين في الرقم اللي هو ده يعني مثلا انا عايز اقول فونكشن اسمها دف تمام بتاخد A و B تمام الدف دي بتعمل ايه الدف دي بتعمل ايه بتعمل بتعمل ملتبلي كيش صح بتقسم الاول ال A على ال B تمام وفي الاخر النتج بتاعي بيطلع ويكون عبارة عن ال Cotient مضروب في ال B زاد ال Reminder تمام فانا عشان اعمل اسمه محتاجة في الاخر يعني انا عملت كده انا عملت كده محتاجة اعمل ايه محتاجة اقول في الاخر ان اللو او الحاجة اللي موجودة في اللو هضربها في ال B وبعدين هجب عليها الحاجة اللي موجودة في ال Halt ده ناتج اللي اسمه في الاخر او ده ال Result يعني ده ال Result اللي ايه تمام ده فكرة الاسم ان انا عشان اعمل اسمه محتاجة استخدم ال Instruction اسمها Div و Move From High و Move From Low ال Div بتقسم الحاجتين على بعض بس بتحط الناتج في ال بتحط الناتج ال Reminder في ال T في Register او بتحط الناتج ال Quotient في ايه في Resister 10 اوكي دلوقتي انا معيها ال T 0 وال T 1 او الناتج بتاع ال Reminder وال T 1 شوف انت بقى عايز تعمل ايه ممكن اضرب الاتنين دول في بعض واجمحه وفي الاخر اقول لك ان ال Result دي بتاع الجامع هي دي اوكي اتطر بعد ما تعمل Division تعمل Multiplication لل Low مع ال B وبعدين تجمحها على High هيديك ال Result اوكي ده كده انا عملت اسمه نعمل حاجة؟ يعني مثلا معرفش فيه مثال هيبقى واضح هنا ا astrologณ نشوف كده يمسال اا ما فيش طيب خلينة ادي انا مثال اااااااا لو هو كان مديني زي اللي خدناه قبل كده اللي هو مثلا اتنين زائد اااااة 11 على الخامسة عايزة احاولها للسم فانا بصرف النظر كل حاجة سيفتفقني بس عشان ال اااااا اننا اتكلم على هذه هيقول ديف مثلا دف الحاجة اللي متسابه في الحداشر وكده مثلا اس زيرو واس واحد خلي ده اس زيرو عشان برده نبقى فاكرين اس زيرو وده اس واحد طيب هاسم التنوده على بعض هيطلع للناتج هيطلع للريمندر في حاجة والكوشنت بحاجة في قول موب فروم هاي التينود ماشي حطي الباقي الاسمه في تينود بعدها موب فروم هاي لو قصدي التي واحد خلاص ماشي همحتاجة بعد كده عمل ايه هعمل الاكوشن دي ده ده ايه ده الرقم اللي هو التاني صح اه فهيبقى اعمل ملت ملتبليكيشن ليه اللو ملتبليكيشن للتي واحد واضربها في ايه في الاس واحد اللي هي الخمسة دي عشان قلت الحداشر دي عبارعا حداشر اه على خمسة دي معناها خمسة مضروبة في اتنين زائد واحد خلاص فانا عايزة اعمل كده انا عرفت ان انا اعملت الدف دي عشان اطلع ان في حاجة اسمها اتنين وحاجة اسمها واحد عايزة بقى اطلع اناتج اللي هو اتنين في واحد ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا موفروم له مثلا تي 2 وبعدين اعمل 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 الناتج بتاع ده مع ده طبعا ده انا زيفته مثلا في تي 2 ضربة زيفته في تي 2 اجمعه على الواحد الواحد ما تزيف فين لو انا كنت هنا كنت حطيت هنا الواحد حطيت هنا الاثنين بالنسبة للمسال بتاعنا يعني فانا هضرب الاثنين في خمسة تمام وهنا هجمع الاثنين في خمسة هجمع عليها هجمع عليها واحد هجمع هنا الواحد خلينا اقول لها هنا بالتشكل كده اجمع اثنين في خمسة بعشرة اثنين في خمسة سوى عشرة هضرب بقى هجمع عصدي العشرة انا بضربهم في بعض والنتج اتحط هنا العشرة اتحطت هنا اكي هعمل الاثنين بقى ده العشرة مع الواحد انا هقول له العشرة دي اللي هي تي اا تي 2 اجمعها لي مع الواحد الواحد موجود فين موجود في الهقف التي زيرو الواحد هنا موجود هنا هجمعه مع التي زيرو اكي واحط مثلا ناتج في تي سيري مثلا لو انا جمعت التي 2 مع التي زيرو هيديني الهداشر هيديني الهديني الهداشر اوكي طيب في بعض الاحيان انا يعني ممكن مثلا لو عايزة تعرف الراقب ده كان انتجر ولا لأ اا سوري هتعرف مثلا زوجي ولا لأ فانت محتاج تشك على بقى الاسمك فمش دايما لما بتيجي تعمل اسمه تحتاج ان انت تتأكد بالناتج انت ممكن تعمل كده بس وتقول لي ايه هو لو بقى الاسمه مش عارفة بكام فيبقى كده الرقم زوجي اا لو اصلا في بقى الاسمه يبقى الرقم ده كسر اا مش عارفة لو الرقم ده صحيح اا فانا محتاج الصحيح ممكن تكون انت محتاج تعمل فمش دايما بعمل الديبيجن موفوروم هاي وبعدين بعمل الملتبليكيشن وموفوروم هاي وبعدين دي بعملها انا كنت بعملها دلوقتي بس عشان اتأكد او ااكد لك او افهمك اكتر الحاجة تحصل ازاي فانا دلوقتي اعملت ااا اا حدعش عال خمسة فيطلع علمسان 2 هاجمع العالثي عالثيان هيبقى الاربع فانت مش في كل الانستراكشن او مش في كل الاكواد محتاج تعمل move from high move from low فعن تعمل move from low مش شرط أنا بس كنت عايزة أثبت لك أو أن أنا تريس معاك أن الحداشرة في أخي ترجعت معايا إزاي يعني T3D المفروض يكون فيها حداشرة دلوقتي خلاص بس يعني عشان تعمل بتعمل التلاتة الانستركشنز دو ودلوقتي الناتج بيكون معاك هنا وين شوف أنت بقى عايز تعمل عايز تكون تدر الاثنين بس عايز تكون تدر الاثنين مع الواحد عايز تكون تبص على البيئة الإسمة بس طبعا مثلا عندك function اسمها GCD بتبقى عايزة تعرف الـ division بس البيئة الإسمة بس function اللي هي بتاعت الزوج وفرد بتبقى عايزة تعرف البيئة الإسمة بس فمش شرط أنت بتبقى عايز بتبقى عايز الرقم يعني لو الرقم بقي اسم الدعلة ده مش رقم صحيح خلاص فهو مش رقم صحيح أنا ما قدرش أعمل حاجة فأنت ممكن تكون مهتم بالرقم ده أو مهتم بالرقم ده بس عامتا دي ازاي أعمل division طيب طبعا أكيد في طريقة تانية إن أنا أعمل بقى division وهي فكرة shift lift logical طبعا كتلت ضرب shift right logical shift right logical طيب افرض إن أنا معايا رقم زي كده ورقم ده قلت لك اعملوا له shift right logical عادي يا رقم عادي طبعا كنا كنا بنعمل shift right logical من غير هدف كنا بنعمله خلاص بس لو لو ناخد بنا من الرقم ده لو أنا عملت له shift right logical هليقى في آخر هديني ده الرقم ده اسم 13 ولو عملت له shift right logical shift right logical يعني الصفر ده هيبدأ من هنا صفر واحد واحد صفر تمام؟ وهاجي هنا أحطي بدل الصفر دي أنا دلوقتي بدأت من هنا عملت كده قريت الرقم بس الفكرة ان الرقم ده كان بيت واحد اتنين واحد اتنين ثلاثة اربعة خمس خمس خلاص؟ فلو أنا جيت هنا عشان أحط ده كده فأنا خلاص خطة اربعة فهحط زيره هنا فالله يرسل ايه ان البيت الاخرى ده هتشتاق فهيطلعوا للرقم ده تمام؟ ده ده shift right logical عادي يعني بس برجع فهيدينا الرقم ده الرقم ده لو جيت بصوا على بالبايناري بالدسمال هتلاقيه ستة يعني لو عملت shift left logical بواحد كإني اسمت على اثنين ماشي؟ يبقى كإني التلاتاشر اسمتها على اثنين قس واحد اللي هو الايه؟ الرقم ده اوكي؟ طيب طبعا انا اكيد لو ديت مثال تاني وديت مثلا تلاتاشر على اثنين معني قلت تلاتاشر معني ان انا اقسمت على اثنين قس اثنين لقملت shift right logical بثلاتة معني قلت تلاتاشر على الاثنين قس تتاتا ده معنى shift right logical ان انا ممكن استخدمها في انها لو عايز اقسم على اثنين قس اكس تمام? عايز اقسم الرقم اللي عندي على اتنين قصة. زيت بربا بالضبط لما كنت بقى شفت لوجيكل بضرب في اتنين قصة اكس بس. طبعا اه لاحظ ان انا ممكن اقسم تلتاشر على الخامسة. فالخامسة هنا مش هنفع اعملها شفت رايت لوجيكل. اوكي? طيب. ماشي. فشفت رايت لوجيكل ممكن استخدمها لو عايزة اقسم على اتنين قصة اكس. اه بس. يعني اتنين قصة اكس اللي هي اتنين واربعة واتمانية وهكذا. يعني حاجة مرضت بالوفو pelاثنين. وما ينفعش هي طبعا اقسم على رقم تاني غير كده. يعني معي الاتنين والاربعة. والاتنين والاربعة والثمانية. اه وهكذا. مش هنفع اقسم على الثلاثة. ذه دي مش شفت رايت لوجيك. مش هنفع اقسم على الخامسة. مش معاي. خلاص? فلو عايز تقسم على حاجة مش Pon two by δawed by في اتنين او هي عبارة عن تنين قص اكس ما تا ساعة بقى تضطر تعمل الفامشن اسمها دف اوكي طيب خليني قلت انا عايزة اسمها على اتنين آه اتنين قص واحد او اتنين قص اكس هتعمل شيف ترية لوجيكل وتقول لي مين الرقم اللي عايز تقسمه اس زيرو التلتاشر دي ما تسيبه في اس زيرو خلو سيبقى الاس زيرو عايزة اقسمها على الاتنين هتبقى عمليها شيفة باحد. آآعيز اقسمها على اربعة بشيف court 부탁 Kings name g refers to B3. واحط منية gало t0 لها لкт0 فيها نسبة المثال ده فيها 13. ولا تزير فيها آهuffy. من هنا افهم ان شوف تر hoc loanmatic معناها ان انت بتقسم عليه الاتنين. TobisNuve contiki 13. 13 على الاتنين دي مش باando بالوقت انا عندي الرقم اللي اسمه تلتاشر ده تلتاشر على اتنين مش بستة تلتاشر على اتنين ده بستة ونص تلتاشر على اتنين اه بستة ونص فاللي بيحصل ان انت لو عملت شفت رايت لوجيكل كانك بتعمل ايه راوند دو يعني بتقرب بس بتسكيب الحاجات دي ات طبعا دي عيوب الشفت رايت لوجيكل يعني هي مزيتها ان انت لو عايز تقسم فيه على اتنين قص حاجة لو اسمت العيب بتاحها ان انت لو ناتج الاسمه كان الرقم اللي هو تلتاشر ده ما بيبالش الاسمه على اتنين وما بيبالش اسمه على الاربعة والثمانية والحاجات دي الناتج هيبقى انتجر بس طبعا ده مشكلة وبرحتك برضو يعني بس دي ايه ازاي بقعرف اتعامل مع شفت رايت لوجيكل تمام اه فهي بتتعامل مع الحاجات اللي هي اتنين قص اكس وبتبروديوس انتجر ديفيشان قولي اوكي هاي السؤال بقى هنا ماذا لو كان الرقم اللي هو الرقم اللي انا بقسم بقسمه ده كان سالب يحصل ايه لو الرقم ده كان سالب اه اعادي ما اعمل له شفت برضو مش عارق يعني فين المشكلة خلنا بس نعملها وبعدين نشوف فين المشكلة انا دلوقتي لو عايزة الرقم اللي اسمه اه الرقم ده عايزة اعمل له شفت رايت ارسماتي اه يعني عايزة اعمل له شفت اوكي فهبدأ من هنا هيكون لي واحد واحد سفر ورقم ده يتلغي يتلغي كده وهتحط هنا سفر ايه بقى؟ هيكون لي هيكون لي ستة هلاشت كده؟ طيب هي المشكلة هنا مش في ان ان انت هتطلع على تتعامل عادي الفكرة ان في الرقم لما بيكون سالب دايما البيت اللي في الاخر دي البيت اللي في الاخر دي بنعتبارها على انها بيت اساسية في الرقم يعني بيت اساسية مش حتى اسمها بيت اساسية خلينا اقولها بشكل تاني لو انت معاك الرقم ده اوكي وعايز تحوله تعمله شفت لو كان البيت الاخيرة كانت بواحد ساعتها انت هتحط هنا واحد طبعا انا متفقين ان انا بحط هنا زير لا هتحط هنا واحد ايه اللي خلينا احط هنا واحد ان انا لقيت ان الرقم اللي انا عمال اشتغل عليه الرقم اللي انا عايز اشتغل عليه اخر واحد اخر واحد دي بعد انه هو رقم سالب تماما فان عشان نعمل اسمه لرقم سالب اه الناتج الناتج الشفت بيكون لازم احط هنا واحد اوكي طيب لو حطت هنا واحد هيطلع للرقم ده اعقل معا واحد ثلاث احيات صفر ثلاث احيات صفر او هيطلع ثلاث احيات صفر انا دلوقتي بصت للرقم ده لقدت بداية واحد عملت له شفت بس بدل ما حطت صفر في الاخر حطت واحد حطت واحد طلعوا ليه طلعوا للرقم ده ها هامل ايه بعد كده خلاص كده انا عملت شفت للرقم ده بقى النتج هو ده لا لو الرقم ده اخر واحد معناه انه هو سالب يبقى يễ investig Oni لو انت بتعمل شفت وكان الرقم اخر واحد اخر واحد ده معناه ان انت هتعمل شفت عادي بس هتعمل شفت عادي وتخلي اخر رقم مش زيرو هتخلي واحد نحن كنا في شفت العادي بنشفت كده ونحط الرقم اللي هو بدل لشفت بنحط بدل له زيرو تمام فان هعمل شفت وحط اخر رقم واحد وبعدين اعمل توس كومبليمت اتلاحز مثلا الرقم ده يا انا قلت عمال الرقم ده سالب سالب ايه هرجع توس كومبليمت ليه هلاقي ثلاثة هاسم واعمل هنا هاتلع على اثنين يعني سوري يعني الثلاثة على اثنين ثلاثة على اثنين باثنين وما فتها تقع اثنين بكم واحد ونص هو عمل roundup راوند راوند أب يعني إيه راوند أب يعني قرب الرقم ده لقرب إيه رقم صحيح اللي هو اتنين واحد ونص تبقى اتنين تاني تاني أنا هنا دلوقتي معايا رقم عايز أعمله شفت أول ما ضص على الرقم ألاقي أن البيت الأولانية دي بواحد الرقم ده بواحد ده معنى أن الرقم ده سالب هعمل شفت وهحط هنا واحد وبعدين أحاول الرقم ده للإيه للتوسكم بليم أنت بتاعه يعني أنت لو بصدد أن أنت تعمل لو بصدد أن أنت تعمل شفت راية أريسماتيك أو أنت تعمل شفت وخلاص ده هيديك ده خلاص بس الفكرة أن أنا عايز أقول لك أن الرقم ده كان إيه أو عايز أثبت لك أن الشفت راية أريسماتيك بتطلع لك ريزلت فعلا أن أنت أكد أنك أسمت على الاتنين عادي فأنا معايا رقم آخر واحد عملت له شفت الانى كده خلاص شفت راية أريسماتيك عندك كده خلصت عايز أثبت لك أن الشفت راية أريسماتيك بتعمل ديفيجن حول الرقم ده للتوسكم بليم أنت يبديك ثلاثة الرقم ده حول توسكم بليم أنت يبديك اثنين يبقى ثلاثة لما عملت لها شفت بواحد كإني أسمت على الاتنين لأن ثلاثة على الاتنين إدادتني اثنين 3 على 2 3 عملت لها Shift 1 يعني أسمتها على 2 الناتق طلع على 2 يعني 3 على 2 طلع على 2 يعني إيه يعني زي ما عملت كده من شوية 3 على 2 إدتني 1 ونص كأنه عملت لها منذ قبل الريزل إدتني 2 خلاص فلما باجي أعمل Shift لرقم سالب ما ينفعش أعمل Shift Right Logical أعمل Shift Right Arismatic Shift Right Arismatic بتقولك أنه إنت لو عندك رقم آخر واحد حولهولي أعمل Shift عادي بس الرقم الآخر حطولي واحد عشان بس أقولي أنه إيه أن الرقم ده آآ آآ سالب آآ ويه Shift Right Arismatic ببساطة من فالدفجان عشان لو الرقم ده حولت للتوسكم من المنت هادينا سلب 3 وده لو حولت للتوسكم من المنت هادينا سلب 2 وإسم الده ده لو أسمتها على 2 هيديك الرقم ده يعني Shift Right Arismatic valid في حالة الاسمة بس الاسمة على إيه على حالات برضو ملتوب أوفتنين Shift Right Shift Right Arismatic 1 ده معنى أنه أسمت على 2 Shift Right Arismatic بـ 2 ده معنى أنه أسمت على 2 قس 2 Shift Right Arismatic بـ 3 ده معنى أنه أسمت على 2 قس 3 تمام؟ فـ Shift Right Arismatic زي Shift Right بتقبل الإسمة بس على 2 قس 2 قس 2 تمام؟ بس Shift Right Arismatic valid في حالة الرقم لما يكون سالب Shift Right Logical valid في حالة لما يكون الرقم موجب الاتنين أسمة Shift Right Logical و Shift Right Arismatic لاتنين أسمة بس دي موجب ودي سالب أمسلة تانية لموضوع الإسمة لو انا معايا رقم معايا مثلا توريجستر تي تلاتة و تي أربعة عايزة أضربهم في بعض ده ده طبعا شكله مثال على الملتبليكيشن والديفيجين لو انا عايزة أضرب دول في بعض أعمل الملتبليكيشن وموف فوروم لو طبعا عايزة أضرب في رقم رقم كونستانت أعمل ايه؟ حطيلي الرقم ده في ريجستر حطهولي في ريجستر تمام؟ وبعدين نضرب عادي وهنا في الستيتمنت دي طبعا ديستيتمنت بالنسبة لكونتو جديدة بس عادي أنا بس هضرب هعمل ضرب عادي بس قبل ما هضرب عايزة أحط العشرة في حاجة أعمل أد آي تمام؟ طبعا أحط العشرة في أد آي في ريجستر تاني مثلا تي أربعة وقوله السفر مثلا السفر والعشرة يعني أنا كده حطيت العشرة زائد سفر حطيتها في الأربعة عرفتها ليه اللود الميتات دي دي انستركشب تاني مش لازم نتكلم عنها ده ممكن نتكلم عنكم بحضرة بعد كده ليه السودو انستركشنز يعني المهم انت عشان تعمل تضرب ريجستر في رقم بتبدأ تحط الرقم ده في ريجستر وبعدين تضرب عادي خالص اللي هي مو ملتبليكيشن و مو فروم لو تمام؟ حطيت ده في ريجستر لإسمه تي أربعة يبقى هضرب تي أربعة في تي ثلاثة اللي هو زي ما عاملني كده ونالجي هضربه في تي خمسة هقوله مو فرو مو فروم لو تي خمسة تمام؟ عايزة أقسم طبعا الاسم عادية مو فروم ديف و مو فروم لو ناخد بالنا ان هنا ده مو فروم لو انا بفترض ان الرقم مفيش بقى اسمه تمام؟ مو فروم لو انا بفترض ان الرقم مفيش بقى اسمه او انا مش مهتم ببقى الاسم طيب لو جيت قلت لك تي أربعة مو دلس تي ثلاثة مو دلس تي أربعة يعني عايز بقى الاسم بتاع الدعلى ده يبقى ساعات هأسم عادي بس هاخد الموف هاي هاخد الموف هاي هو اللي هحطه في النتج بتاعي يبقى انا كده عملت هنا مو دلس وهنا عملت اسمه تمام؟ طيب لو انا عايزة اعمل اسمه على رقم سهلة بقى هحط الرقم ده في ريجستر واعمل اسم عادي ولو عايزة اعمل مو دلس على رقم هحط الرقم ده في ريجستر واعمل ايه؟ مو دلس عادي هلاقي مثلا ان انا هنا بعمل اسم هنا بعمل اسم على رقم هاعرف الرقم وبعد هنا هقوم على النفس اللي نستيب برضو عادية هي بتاعت الاسم ديف وموف هروم لو عايزة اعمل عايزة اعمل مو دلس هتلاقي دي بيعمل مو دلس دي مو دلس على كونستنت هخلي دي هي هي برضو زي دي بالظبط فكرة كلها ان انا ديف سطر واحد بس قبل الحاجة بان هو ايه؟ يضيف الكونستنت ده في ريجستر الاول اتمنى طبعا الدينة يتبقى واضحة طيب ندخل بقى فكرة الكمبارزون طيب عشان اعمل كمبارزون ان عندي اربع احتمالات يعني عندي اربع حاجات مقارنة اه طبعا بخلاف الاكوال اكوال والنطقك ممكن يبقى عندي اه ممكن يبقى عندي اه لزان او گريترزان او لزان ار اكوال او اه جريترزان ار اكوال الفكرة كلها او موضالة كلها فالكمبارزون ان انا ما عندش غير شفت لفتولوجيكال بس اللي بتعمل اه ما عندش اكبر مني ما عندش اكبر مني يساوي ما عندش فاحلها ازاي بقى المفروض لو أنا كنت عايزة أقول عايزة تشيك إذا كانت الـ X أقلم الـ Y كنت بقول Shift Lift Logical Shift Lift Sorry بعمل Shift Set Less Than ليه أشوف الـ X أقلم الـ Y ولا لا بفاضل إن أنا مسهيفة الـ X في S1 مسهيفة الـ Y في S2 أشوف الـ S1 أقلم الـ S2 ولا S1 أقلم الـ S2 ولا لا أحط ناتج بـ T0 T0 ممكن يطلع بصفر وممكن يطلع بواحد خباب فأنا هبدأ أشوف أنا دلوقتي طبيعيا لما باقي أقارن بحط الـ Condition اللي بيخليني أخرج برا اللوب أو أخرج برا الـ F فأنا هنا إيه الحاجة اللي هتخليني أخرج برا الـ F لو كان الـ Result كان بـ 0 فلو كان الـ X أقلم من الـ Y ده كده فعلا صح هو أقل هيبقى الـ Result بواحد وهبدأ أخش في السطر ده أنا بقى أقول لك ماذا لو ماذا لو أنا كنت مش الـ Result غلط هو الـ Branch Equal كارن الـ Result بالـ T1 الـ T1 اللي هي فيها إيه المفروض أن الـ T1 لما يكون فيها 0 تمام باش نمسحها دلوقتي الـ X أقل من الـ Y يبقى هكارن الـ S1 بالـ S2 وحط الـ Natic في الـ T0 هبدأ أشوف الـ T0 دي بتساوي 0 ولا لا إن أنا قلت إن هي الـ 1 هو اللي هيدخل لكن الـ 0 هو اللي هيخرج هبدأ أقارنها بالـ T1 بالـ 0 الـ T1 المفروض أنها بالـ 0 هبدأ أقارن الـ T الـ Result بالـ T0 لو T0 هروح للـ L1 تمام الـ L1 ده اللي هو اللي هو هنا سطر ده خلينا أعملها كده دي الـ L لو حصل والشرط ما تحققش هخرج بقى روح للـ Ls تمام وأكمل بقى عشان بس ما بدلش أشرح الـ SET LES ZAN والـ BRANCH EQUAL عشان أعطيك ده أنا شرحتها مرة في محاضرة قبل كده بس عشان أعمل لزان عشان أعمل فكرة المقارنة يبقى لازم SET LES ZAN و BRANCH EQUAL أو حتى BRANCH EQUAL عادي بس لازم الـ 2 دول ما بعض مفيش حاجة اسمها الـ Instruction اللي بتخليني أقارن اسمها SET LES ZAN طيب ماشي SET LES ZAN بترجعلك حاجة يام صفر يام واحد بتعمل ايه لازم تشكي على لطلع صفر ولا واحد لو أنت عايز تسكيب الـ F أو تسكيب اللوب أو أي حاجة بتشوف أنت الـ Condition بتاع اللي بيخليك تسكيب ايه أنا هنا أنا هاخرق برا لـ F لو كان الـ T0 بـ 0 خلاص يبقى قررني الـ T0 بالـ 0 ولو طلع صح اخرق لي برا لوج وروح للإيه للإلس تمام طيب الحالة التانية للمقارنة ايه إن أنا مثلا ممكن يبقى عندي أكبر من لو أنا مثلا عندي أكبر من خلنا بس نتفق إن لو جيت تقارن سوري معلش لو أنا دلوقتي عرفت عرفت حل مشكلة الـ X أقل من الـ Y الـ X أقل من الـ Y طب افرض كان أقيل لي إن الـ X أكبر من الـ Y أعمل إيه طبعا إحنا ضمنيا الـ X أكبر من Y معناها إن الـ Y أقل من الـ X أنت ممكن تحلاها على طول أن تقول إيه أنا ما عنديش الـ Instruction بتعمل بتعمل أكبر بس أنا عندي الـ Instruction بتعمل الأقل أنا ممكن أقول بدل ما أقول لو الـ X أكبر من Y أقول لو الـ Y أقل من الـ X نممكن كده فلو إنت عايز تقول الـ Register 3 عايز تقول هو أكبر من الـ Register 4 ودلقة. انا ممكن اقول عشان احولها يعني. اه لو الاربعة اقل من التلاتة. يعني لو التلاتة اكبر من الاربعة هي ايا الاربعة اقل من التلاتة. وابدأ اعمل الكود بتاعي على هذا الاساس. ابدأ دلوقتي اه كان هنا مفورد اقول مسلا ايه? اه ست جريتر زين التلاتة والاربعة. مع عندي ست جريتر زين. فيبقى عندي ست لس زين الاربعة والتلاتة. انا فيش. خلاص هيبقى الواي اقل من الاكس. معي الواي اقل من الاكس. هيبقى ايه? هيبقى الاربعة والتلاتة. فاجيت اجي انا ست لس زين الاربعة الاول وبعدين التلاتة. وشوف النتج بتاعي. هيبقى ايه? طبعا النتج ممكن يبقى زيرو ممكن يبقى واحد. اه ابدأ اعمل البرانش اكوال اللي هيوديني الالس. تمام? اه وكزا. بس اهم حاجة افهم ان ان انا عشان اعمل اكبر منه. ما فيش اكبر منه. هحول الاكبر من اللي هيقل بان الاكس اكبر من واي. هي اياها الاوية يقلم لإكس. اوكي؟ فمعي ست لس زين الاربعة والتلاتة. هحط الاربعة الاول وبعدين التلاتة. لان ظاهل قلتي اللي ده الواي دي الاكس. ب buyerを言 الاكس اكبر من الواي. تمام? خلاص انا Bulì aqlnlx لان انا عندي ايه قل بس. او الست لس زين بس. خلاص. ففانا عايزة كارن الواي يقلم لإكس. يبقى سأقرن الأربعة الأول سأحط الأربعة عندي في الست لزم الأول بيبقى أربعة وبعدين ثلاثة وناتج أحطها في T0 وبعدين أبدأ أتشيك على الريزولت اللي هنا في branch equal أنا طبعا الحاجة اللي هتخرجني بقى لك برة condition يكون بزيرو وقول له branch equal T0 والزيرو ولو طلع عن T0 بالزيرو ساعات هروح للإلس ساعات هروح فين؟ هروح للإلس أوكي؟ طيب لو عايزيني كمل لو عايزيني كمل ال la condition ده ان انا هنا دلوقتي بيقولك ايه ف ده اكبر اعمل لا ف باضي لا ي fat فانا هعمل ايه هقوله انا هنا بكارن الحاجة دي قالل م عندي ولا لا خلاص بكارن الحاجة ده اكبر من دي ولا لا خلاص هكارن ان الحاجة دي قالل م عندي ولا لا اقارن ده هتشك على النتج المقارن طلع لو بزيرو هروح للإلس يعني لو كوندشن ما تحققش هروح للإلس طب افرض الكوندشن يتحقق خلاص أخش ساعتها على الإيه وعلشان ما خشش على الإلس تاني أضطر أن أنا إيه أعمل لابل تاني اسم ج أفطر وأعمل هنا أفطر اللي هو لابل تاني اسم أفطر أو كونتوني أو دان أو أي حاجة أن أنا مش عايزة أعمل إلس ما هو واحدة واحدة دلوقتي أنا لو كان لو كان التيب زيرو أو التيب واحدة لو كان التيب زيرو لو كان التيب زيرو فأنا خلاص روحتي للإلس فهكمل والكود هيخلص معي عادي طيب ماذا لو كان التيب واحد لو التيب واحد يعني أنا عايزة أن نفذ الكود بتاع الإف بس فأنا هعمل إيه دلوقتي مرة ممكن التيب تبقى واحد على حسب الرقم الموجود في الريزستر لو التيب واحد ساعتها أنا هخش في الجزء ده اللي هو بتاع الإف بادي مش هروح للإلس هقف هنا وبعد ما أقف هنا المفروض هخش على الإلس طب إزاي بقى ما ينفعش موسطور بتنفس واحد واحد وراء بعض فأنا دلوقتي خلصت الإف بادي عايزة أعمل حاجة تخليني تقول لي إيه أن أنت لو خلصت الإف البادي بتاع الإف سكيب للإلس سكيب للجزء ده فهعمل جي أفضر أو جي دن أو جي بعدين هروح كده خلاص فلو عايز تعمل إف إلس يبقى لازم تعمل جي أفضر أو لازم تعمل جي ما بين البادي بتاع الإف وما بين البادي بتاع الإلس ده الأكبر وده الأقل يعني الجريتر زين أو اللي الزين طيب ماذا لو كان في مثلا أقل من أو يساوي أنا خدت الأقل وخدت الأقل بس ما خدش أقل من أو يساوي ولا خدت الأقل من أو يساوي خليني مثلا أديك مثال أن أنا إزاي برضو هحل الحاجة دي باللزين لو كان الإكس أقل من أو يساوي الواي خليني ناخد أرقام مثلا عشرة فهي أكيد أقل من الاثناشر تمام أو بيساويها فالاثناشر أكيد مثلا بتساوي الاثناشر أنا ممكن نحول الكونديشن ده اللي هو أقل من أو يساوي لأنه هو إيه؟ نط الواي أقل من الاثناشر مش فهم الوقت لو يعني العشرة أقل من العشرة أقل من الاثناشر واللاثناشر بيساوي الاثناشر الحاجتين دول معناهم إن الواي ولا مرة هتيجي هتبقى أقل من الاثناشر ولا مرة الواي هتيجي هتبقى أقل من الاثناشر فأنا بقول الواي أقلم الـ X لا يعني أنا كأنني عايزة أقول كده عايزة أقول الـ X أقلم أو يسوي الـ Y معناها إن الـ Y مش أقلم الـ X ولا مرة الـ Y هتيجي أقلم الـ X فده اللي وقت حولت الـ X and equal حولتها لإيه للـ X and فلو أنا عايزة عمل الحاجة دي اللي لا يحصل أنا دلوقتي معايا أنا دلوقتي معايا الـ condition F-X أقلم أو يسوي الـ Y هعمل X plus plus غير كده هعمل Y plus plus هحول بقى الشرط ده هحوله لـ Noteless زي زي ما اتفقنا إن هو الـ Y عمرها ما تكون أقلم الـ X زي ما احنا شايفين الـ 12 يئمة أكبر من الـ X يئمة الـ 12 بتسوي الـ X بس سوالة مرة الـ 12 تبقى أقلم الـ X فده هو هواي إن النط Y أقلم الـ X تمام؟ فهحول الحاجة دي لـ Not-Y أقلم الـ X فلو كان Not-Y أقلم الـ X يعني F Not-Y أقلم الـ X هزود الـ X غير كده عمك فأنا محتاجة أحول السطر ده لـ Assembling اهي افرض مثلا إن أنت مسايف الـ X في S1 والـ Y في S2 تمام؟ أول حاجة هعمل الـ Y أقلم الـ X الـ Y أقلم الـ X فعايزة أقارن يعني كتبقى يقلم الـ X فأنا أقارن مين؟ الـ S2 فهقول لو الـ S2 نقلم الـ S1 حطي اللي النتج بتاعها في الـ T0 طبعاً الـ T0 ممكن تبقى إيه؟ ممكن تبقى صفة ممكن تبقى واحدة فأنا عايزة أكمل كده أقوله إيه؟ لو كانت مش النتج طبعاً مفروض الصح إنه يطلع إيه؟ واحدة يعني إيه؟ عشان الـ Condition يتحقق هيبقى واحدة أنا أقول لك إيه؟ اللي هيدخلني جوة لـ F هو عكس الحاجة اللي تطلع لك أنا دلوقتي الـ Y أقلم الـ X عايزة أدخل هنا جوة اللي بتاعدي بدخل لما كانت الـ Y بواحد صح؟ أنا كنت دايماً في العادي بدخل لما كان الـ Result أصلي بواحد اللي هو الـ Comparison يعني أنا أقول لك لا إنت هتدخل في حالة النتيجة العكسية يعني هتدخل في حالة لما يكون إيه؟ لما يكون 0 ده معنى إيه؟ ده معنى أنه أنا هدخل جوة الـ F لو كان الـ T 0 بـ 0 يبقى هخرج إمتى؟ هخرج لو كانت T بواحد أنا أقول لـ Branch Equal يعني أخرج لي أخرج لي برة وروح للـ Else مثلاً لو كانت T بواحد لو كانت T بواحد أو كان يعني الحاجة اللي أنا بكرم بيها بواحد لو كانت T 0 بواحد روح للـ Else طبعاً ممكن نسمي دي Else عشان ندري أن تبقى واضح يا ده اسمه Else ممكن كده؟ طيب فأنا مبدئياً عشان أعمل أقل عشان أعمل أقل بقول 6 للـ Z بعدين عايزة أعمل النط بحطي في اعتباري أن أن أنا عايزة أكونسدر أن الحاجة اللي هتدخلني هي الـ 0 مش الواحد أن النتج بتاعدها واحد الحاجة اللي هتدخلني هنا لو اعتبرت ده بس أن أنت 0 تبقى بواحد طب أنا بقول لك نط يبقى خلاص أنا هدخل يا سيد لما تي تبقى بـ 0 طيب يبقى هخرج إمتى؟ لما تي تبقى بواحد فأنا هكارن طبعاً بعد ما أعمل سيد لازم على طول لازم أعمل برانش إكوال وأبدأ أكارن وحط الكونديشن اللي بيخليني أخرج فالكونديشن اللي يخليني أخرج لو كانت تي تي 0 و 1 اللي هي دي تي 0 بيساوي تي 1 والتي 1 أصلا بزي 1 خلاص؟ فلو لقيت إن هي بتساوي واحد هاخرو غير كده هعمل إيه؟ هعمل X plus plus X plus plus يعني هتزود الـ S1 بواحد فأقول له لو سمحت add I S1 و S1 بواحد بيسمها واحد خلاص؟ ضيف لي على الـ S1 بواحد وعشان ما خشش في الحدة بتاعت الـ L طبعاً أنا خلصت الـ statement D المفروض إن أنا أدخل في الـ statement D اللي هي تعمل الـ L برضه طبعاً ما ينفعش هدخلت الـ body بتاعت الـ F ما ينفعش هدخل برضه الـ body بتاعت الـ L عشان أسكيب الـ body بتاعت الـ L لازم أعمل إيه؟ G exit أو G أخدنا قبل كده G أفطر مثلاً أو G ضن أو أي حاجة تمام؟ فعلشان أعمل هننمسح كده عشان أعمل الـ Lisan or equal هتبقى إياها نط Lisan نط 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 يعني الـ X أقل من أجل سؤال 1 هي نط الـ Y أقل من الـ X نط الـ Y أقل من الـ X هتعملها عادل خالص طبعاً هتبقى هتسواب بقى S2 و S1 وبعدين تبرانش في حالة لما يكون إيه؟ لما يكون بواحد تمام كده؟ ده Lisan Lisan or equal طبعاً المفروض طبعاً نبقى متخلين greater than or equal هتبقى عاملة إزاي يعني؟ خلينينا أنا من لها Tracing بارته عادل خلينينا أعمل لها Tracing وده كان أبقول لي لو أنت عايز تعمل Lisan constant رديه طبعاً هخلي الـ constant register وبعدين أبدأ قرن عادي طيب خليني أشوف أشوف مكان بس مشكلة أنا دل بعضتي شفت الـ X خلينينا هنا الـ X أقل من الـ Y لقيتها set less than من الـ X والـ Y طبعاً مع حفظ الـ E register زي يعني طيب الـ Y أكبر الـ Y سوري الـ X أكبر من الـ Y ساعتها قلت أن ديها تبقى هيها إياها الـ Y أقل من الـ X وهقول set less than الـ Y الأول وبعدين الـ X طيب عايزة أعمل الـ X أقل من أو يساوي الـ Y ما عنديش أقل من أو يساوي كـ instruction واحدة هحولها لـ Y نقط الـ Y أقل من الـ X نقط الـ Y أقل من الـ X وساعتها ما رجل ساعتها أقول set less than هنا الـ Y وبعدين X تمام طبعا set less than بعدها branch equal ودي branch equal سالفكرة أن branch equal هنا أقارن بالـ 0 وهنا branch equal أقارن بالـ 1 ده اللي حاصل خليني أمشي على نفس الطريقة دي كده وأقول ماذا لو كان عندي الـ X أكبر من أو يساوي الـ Y طبعا أنا أنا أفكر معكم عادي أوكي لو كان الـ X أكبر من أو يساوي الـ Y اللي هو مثلا معايا هنا 15 فهي أكبر من الـ Y يعني الـ Y بعشرة تمام أو مثلا الـ X ممكن تبقى 15 وبتساويها يعني 15 الكيس دي برضو هي هياها أن إنت عمرك大哥 ما تلاقي أن الـ Y مالها عمرك ما تلاقي أن الـ X أكبر من أو يساوي الـ Y ده معناها أن الـ X مش أقل من الـ Y الـ X أقل من الـ Y ما ينفعش الـ X ما ينفعش تكون أقل من الـ Y تمام الـ X مش أقل من الـ Y الآن طيب فانا دلوقتي معايا زي ما اتفقنا قلنا الـ X أكبر من أو يساوي الـ Y الكاسس بتاعتي إما يكون 15 أكبر من العشرة أو الـ 15 بتساوي العقل للـ 15 ففي ولا مرة من دول هلاقي إن الـ X أقل من الـ Y دايماً الـ X أكبر فبقولك إيه نط X أقل من الـ Y فدي هتتحول لي إن نط X الـ X أقل من الـ Y ولا مرة الـ X ستبقى أقل من الـ Y ساعتني طبعاً هعمل لها إيه أقول لها سيت للزان سيت للزان سيت للزان الـ X الأول وبعدين الـ Y تمام وإيه هبرانشي إكوال إمتى هبرانشي إكوال أنا دلوقتي الـ X أقل من الـ Y هتركع لـ 1 أنا بقولك لا إعكسه لي الزيرو فأنا أكيد هبرانش إكوال واحد لأن اللي هيدخلني إن الـ result يبقى بـ 0 يبقى الله هيخرجني لما رضا تبقى بـ 1 كي كده؟ ده باختصار الـ comparison أقل من يعني سيت للزان أكبر من يعني أبدأ أخليها الـ Y أقل من الـ X أقل من أي يساوي معناها أن الـ X أقل من أي يساوي معناها أن الـ Y مش أقل من الـ X والـ X أقل من أي يساوي معناها أن الـ X مش أقل من الـ Y يعني هنا مثلا برانش إكوال أخرج إمتى لو كان الـ result بـ 0 فقط لاحظ أن هنا الـ 2 دول بـ 0 والـ 2 دول بـ 1 الـ 2 دول الـ Y الأول لكن الـ 2 دول الـ X الأول طبعاً ده الـ Y يعني لو أنت عايز تفكر بسرعة يعني المهم أنه ده مقارنة الـ comparison مع بعض طبعاً كده كنا وقدين قبل كده الـ equal equal في الـ lecture بتاع برانشين وخدنا النوت equal ودلوقتي خدنا الـ greater than والـ less than والـ greater than والـ equal والـ less than or equal تمام؟ تقبل إن شاء الله بحاضرة جاية